السلام عليكم أهلا وسهلا بكم في مراجعة أو انطباع الحلقة الأولى افتتاحية مسلسل البطريق مسلسل The Penguin بكل اقتصار وأتوقع معروفة قصة هذا المسلسل ولكن قصة المسلسل تتكلم عن شخصية البطريق شخصية The Penguin ورحلة صعوده في عالم تملأه السوداوية وتملأه الجرائم والعصابات والكثير من الأشياء الخطيرة وحرفيا المسلسل رح يتعمق كتير بشخصية البطريق وحيفرجيك هذا الإنسان يلي بيلحظه من اللحظات كان إنسان غير مهم في غوثم شلون هذا الشخص الغير مهم وصل لأنه يكون واحد من أخطر وأعنف وأكثر المجرمين شهرة بغوثم فشلون صار هذا التغيير؟ إش اللي عمله بالضبط لحتى يوصل للمكان يلي رح يوصله مع نهاية هذا المسلسل بالإضافة لواحدة من أهم النقاط اللي هذا المسلسل وعدنا فيها واللي هي أنه نشوف غوثم عن قرب نشوف الشوارع وندخل بالأمور يلي ما تعمقنا فيها بفيلم The Batman أو تحديدا بالعالم يلي بدأ مع فيلم The Batman 2022 فرح نشوف الشوارع رح نشوف العنف اللي موجود بالشوارع رح نشوف الخفايا يلي موجودة الصفقات اللي بتتم التجارة سواء كانت تجارة مجرات سواء القتل والجرائم اللي بتصير كل هاي الأشياء رح نشوفها بشكل أعمق بمسلسل البطريق طيب من دون لف دوران تعالوا نبدأ مباشرة في النقطة الإيجابية الأولى بهذا المسلسل واللي هي بشوف اليوم من أصعب أنواع المسلسلات هو المسلسل اللي بيكون جسر ما بين فيلم بجزء الأول وفيلم بجزء الثاني يعني أنت في عندك فيلم جدا مشهور وجدا ناجح والجزء الثاني من هذا الفيلم رح يكون أيضا من أكثر الأفلام المنتظرة وانت تجي وتعمل مسلسل ما بيناته لحتى يشرح لك خط أو يشرح لك مسار زمني لإحدى الشخصيات ضمن الأحداث ذات نفسها هذا الشيء يعتبر جدا خطير وانت كصانع لهذا المسلسل عليك مسؤولية جدا جدا كبيرة بأنك تحسن التصرف مع الأحداث اللي موجودة فبكل اختصار مسلسل البطريق هو جسر ما بين الجزء الأول من فيلم The Batman والجزء الثاني من فيلم The Batman اللي رح يصدر في عام 2026 وهذا الشيء بيكون واضح من أول دقيقة بالحلقة الأولى من مسلسل The Penguin بحيث بيقول لك مباشرة أنه نحن بعد الأحداث اللي صارت بفيلم The Batman فبالتالي أنت صعب تكون مدرك للأشياء اللي عبتصير بمسلسل البطريق لو ما لك متفرج على فيلم The Batman وهون نحن ما بنحكي على أنه نحن جينا أخذنا شخصية من فيلم The Batman وعرضنا الماضي تبع يعني أنت ما جيت أخذ The Penguin وعرضت الماضي تبع هاي الشخصية والله كان هيك وعمل هيك وساوا هيك وإلى آخر لا أنت هون اللي عملته أنك حرفيا الشيء اللي صار في الجزء الأول بعده مباشرة بكم ساعة جيت أخذت شخصية وعرضت طلي الشيء اللي عب يصير معها عرضت طلي هي الشخصية وشون رح تطلع وشون رح تعمل وشون رح تستغل الشيء اللي صار في الجزء الأول من فيلم لحتى تحقق أكبر مكاسب وأكبر منافع لا لا فهذا النوع من المسلسلات يعتبر شيء جدا صعب هل المسلسل البطريق عارف يعملوا بطريقة جدا ممتازة؟ بالله من أفضل المسلسلات يلي عملت هذا الموضوع بصراحة يعني الموضوع واو عن جدوى وننتقل مباشرة للنقطة الإيجابية التانية واللي هي شوارع غوثم أو مدينة غوثم غوثم المظيمة يعني مثل ما حكنا فيها الكثير من الجرائم وفيها الخفايا والشوارع تبعها المظلمة والتعمق في هذا الموضوع المسلسل عارب يقدم لك بطريقة جدا 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 ممتازة وهذا الكلام بنقلنا للنقطة اللي بعدها النقطة الإيجابية التالتة واللي هي تحويل حرفيا شكل الفيلم أو طريقة صناعة الفيلم لصناعة مسلسل هذا التحول بإنك أنت حاليا عبتشوف مسلسل ولكن بتحسرحك عبتشوف فيلم على قد ممزبوط بطريقة جدا ممتازة اختيار الفريمات شوارع غوثم مثل ما حكينا الظلمية اللي موجودة الموسيقى التصويرية الفلاتر المستخدمة في بعض الأحيان الـ CGI اللي بيكون موجود كل هاي الأشياء انت أول ما تشوف الحلقة بتقول لحركة دايق شوي هذا فيلم هذا فيلم هذا مموسلسل فهون بيعطيك أنه صناعة هذا المسلسل من المخرج لكل القائمين بصراحة على المسلسل عمليه شغل جبار بأنه هنا أن ينقلوا لك التجربة السينمائية لتجربة مسلسل بنفس الأحاسيس وبنفس المشاعر اللي أنت بتحسها بالمسلسل أو بالفلم فبالتالي عرفوا يعملوا هذا الموضوع بدخلوك مباشرة في الأحداث من دون شطومات وهون ننتقل للنقطة الإيجابية اللي بعدها النقطة الإيجابية الرابعة واللي هي الكتابة هذا المسلسل ما بيوفر على الإطلاق لا دقيقة ولا دقيقتين ولا ثلاثين مباشرة بدخل بيصلب الموضوع بدخل بفكرة أنه البطريق هو شخص أول ما صارت أحداث الفيضان أو الأحداث اللي صارت في The Batman بيكون واقف عب يسمع الأخبار مباشرة هيك بتفتح الحلقة عب يسمع الأخبار أنه هيك 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 صار بعد كم ساعة بعد أسبوع كذا فهو مباشرة بيفكر وحبكة المسلسل فهونا بتكون واضحة من أول دقيقة أنه The Penguin سيسعى لاستغلال الشيء اللي صار بأنه هو يرتقي بمستوى ويصير واحد من أشهر المجرمين أو من أشهر الأشخاص فبالتالي هو استغل الكارثة الكارثة يلي صارت لحتى يحقق أكبر كمية من المنافع لأله وهذا الموضوع اللي برجع بقالك عن طريق الكتابة معمولة بطريقة ممتازة شخصية البطريق شخصية جدا جدا قوية داخلين في الأحداث بطريقة مباشرة وواحد من الأشياء اللي أيضا طريقة السرد المستخدمة بهذا المسلسل أنا جدا عجبني بحيث أنك أنت مثل ما حكينا بدأت في موضوع أن البطريق سيستغل الفيضان يلي صار لحتى يحقق منافعه بيروح بيرتكب جريمة قتل بطريقة طائشة والأحداث كلها بالحلقة بتكون ممتدة بناءً على هاي الجريمة يلي ارتكبها سواء كانت أحداث مباشرة سواء كانت أحداث فرعية كل شيء بطريقة وبأخرى عجب يدور عن البطريق وعن الجريمة فالسرد اللي موجود كأنه أنت حرفيا عجب تروح من مكان لما كان من مكان لما كان من دوم يكون في قطع زمني بتحس كل شيء مستمر مباشرة خلاص أنت مستمر في كل فهذا الشعور بصراحة ممتاز صعب أنك أنت تحس فيه لو ما تفرشت على الافتاحية ما رح يعني تحس فيه من شرحي إلا إذا شفت الحلقة وحطت ببالك هاي النقطة حرفيا رح تعيش شيء جدا قوي من ناحية السرد المستخدم بهذا المسلسل نروح للنقطة الإيجابية الخامسة واللي هي كوبين فاريل يارب أكون لفظت الإسم صح مصح أتوقع كوبين فاريل يارب أكون لفظت وصح ما تستلموني بالكوميتات هذا الإنسان مجنون في الشخصية اللي عبي عملها تمثيله والله ولا أحلى من هيك لأنه أنت اليوم كممثل وات أحط صورة الممثل وأحطلك صورة البطريق أحطل حيك تقول لحركة أنه هدو اثنين نفس الشخص شون هدو نفس الشخص فهون الممثل عاملك شغل رهيب من تعبير الوجه للغة الجسد وحرفيا تقمصه للشخصية وتعامله مع هي الشخصية معمول بطريقة رائعة فما تستغرب أبدا أنك أنت تشوفه بالأميز القاتمة عبي عمي شيء جبار في كل معنى الكيمية وهذا الشيء أنا كنت متوقعه لأنه أساسا شفنا في The Batman وأذاءه كان جدا قوي مع أنه ما كان عنده وقت كتير طويل على الشاشة ولكن لا من تاليوم خلاص مصحة The Penguin عبيت محور حوله فبالتالي رح تشوفه أكتر على الشاشة وعاملك الدور بأفضل طريقة ممكنة ولكن السؤال هل الأداء اللي أنت شفته هو فقط للممثل يعني الفضل كله للشيء الجميل الأداء التمثيل الجميل عائد للممثل لا بصراحة لأنه أنت اليوم لازم تأثني أيضا على فريق المكياج فريق المكياج اللي أيضا عامل شغل جبار في لقطة من اللقطات وقت اللي بيرجع على بيته وبيشلح للجرب وبتبين تفاصيل مرعبة مرعبة طريقة المشي وبعد ما أنت تشوفه عبي يمشي عبي يعرج يروح يشلح من أجره وتشوف المكياج المعمول على أجره والمكياج اللي أساسا معمول على وجهه سنينه جسده الحالة البدنية اللي هني نعمل له إياها فرق بصراحة فريق المكياج عامل شغل جدا ممتاز أو خلينا نقول المخرج أيضا لحتى يوصل لك الشخصية بهذه الطريقة بمساعدة أكيد الممثل إنه يعمل لك الأذى التمثيل بطريقة رهيبة فخلاص لكل شيء شيء جدا جدا رهيب بصراحة فبس والله يعني أنا أشوف مسلسل The Penguin من المسلسلات اللي أنا كنت مستنية وحرفيا ما ضيع يعني انتظاري على فضة لا كان شيء جدا ممتاز ستمتعت جدا بالحلقة وأكيد منتظر الحلقات القادمة وإذا بدأت تسأني عن السلبيات للأماني كأنطباع ما شفت سلبية وواضحة في المسلسل فكافتتاحية كحلقة أولى رح أعطي تقييم تسعة من عشرة حتى ممكن يروح للتسعة ومصف من عشرة افتتاحية جدا قوية من أفضل افتتاحيات في عام الفين واربع وشري من أفضل لأنه أيضا فيه مسلسلات كانت جدا قوية على العموم إذا تفراشت الحلقة الأولى اكتب تقييمك ورأيك عنها تحت بالكوميتات وكالعادة لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة ترجمة نانسي قنقر